اجتماع مرتقب للقوم للأجور منقشة موعظ صرف العلوات وزيادة رواتب القطاع الخاص أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى أصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تسعي مصر تحت كيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كهد المواطنين خاصة فوقات الأزمات سواء كانت داخلية أو عالمية وتؤثر تدعياتها على مصرح سنة ومع بداية جاعة كورونا أطلقت الدولة مبادرة حافظ بإجمال 100 مليار جنيه بجانب تأجيل الضرابة وفاوية الكهرباء على الشركات بشرط ضمان الحفاظ على العمالة الخاصة بهم وعدم تسريحها وحاليا بعد تدعيات الحرب الروسية الأقرونية على العالم وموجة اتفاع الأسعار والتضخم التي ضربت البلاد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للهجور وصرف حزمها من العلوات وتقديم موعد الصرف إلى أبريرا الجاري بدأ من يولو المقبل تقديم موعد صرف العلوات في هذا الأطار طلب أعماد حمد يعد والمجلس القومي للهجور في رسالة رسمية للدكتورة أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للهجور بعقد جلسة طرية للمجلس وذلك لبحث تدعيات التوجهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للهجور في الكطاعات العام والعمال العام والخاص والتبكير بصرف حزمة المقتصابات المالية جريدة من أجور وعلوات ومنح زيادة في المعاشات لمواجهة غلال معيشة وأفاد بيان عدو الكومي للهجور أمس الأربعاء يأتي ذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي ومراعات الدولة لمعدلات التدخم ورتفاع الأسعار في الأسواق بسبب استمار الأسعار في روس كورونا وكذلك تدعيات حرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة لجشع التجار واستعجال الأزمة لرفع أسعار السياحة الغذية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم محاولة ضم عمالة القطاع الخاص وأوضح حمدي في بيانه أن الاجتماع الترى يأدف إلى بحث تطبيق القرارات الاجتماعية الجديدة خاصة العاملين في القطاع القاص وهم السلون أكثر من 60% من قوة العمل وعلى أكثر من 6 مليون وقمسمائة ألف موظف وعامل بجهازي لجاري للدولة والذي أشمل أكثر من 66 وزارة وهي هو إدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثمان شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد لأدنى للجور والذي وصل إلى 2700 جنيه في أول أبريل الجاري بدل من يوليو وزارة الخلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022 بجانب عزمة العلوات الدورية وخاصة وزيادة المعاشات مراعاة للظروف المعاشية التي تأثرت بالتحديات المسكورة وفي هذا الصدر التواصل أصد البلد مع السيد عماد حمدي عدو المجلس القومي للجور والذي أكد أن الدولة المصرية تحت كيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدرت بسرعة لامتصاص تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومصاحبها من اتفاع أصعار لذلك أصدر رئيس توجيهاته بزيادة العلوات ورفع الحد لأدنى للجور وتقديم موعد الصرفاء إلى أبريل الجاري بدل من شهر يولو المقبض أهداف اجتماع على المجلس القومي للجور وأضاف حمدي أن المطالب هي عقد اجتماع طارق مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة أهل السعيد والنظرة ومناقشة في الكرارات التي صدرت بشأن رواتب العاملين في الدولة ومحاولة تطبيق الكرارات على العاملين في القطاع الخاصة لأنهم يمثلون نسبة كبيرة من المواطنين وأيضا مناقشة ما يمكن أن تقدموا شركات قطاع العمال العامل العاملين وأكد أن المجلس له دور محوري في دعم العاملين حيث أنه بعيدا عن الرواتب فقط شارك المجلس في مشروع قانون العامل الحالي ومارس دورا محوريا وهم تحت قيادة الدكتورة أهل السعيدة التي ترأس القومي للجور بكل شفافها ترجمة نانسي قنقر